عاطف علي صالح حنان عبدالله مساحة حرة نعم مساحة حرة في هذا الصباح بطعم الدبلوماسية ومعنا ضيف حنان داخل الأستوديو تناول معنا في جان قاهوة ونتعرف على مسيرة جزء من هذه المسيرة الطويلة والحافلة للأستاذ فاروق عبد الرحمن نعم أكيد لن تكفينا هذه الدقائق الأخيرة من قهوة هذا الصباح لنتحدث عن هذا المشوار الطويل العريض لضيف الأستوديو السفير السوداني فاروق عبد الرحمن سابقا في اليابان وفي بريطانيا وعدد من الدول سنتحدث أكيد عن كل هذا ولكن شحما ولحما موجود معنا داخل الأستوديو حابين نرحبوا بيكم نقول لك صباح الخير صباح النور شكرا جزيلا أهلا وسهلا بيك على أثير منتكار للدولية الله يبارك فيك أنا سعيد أن أكون هنا في معكم في داركم العامرة الله يخليك تكرم إذن هناك الكثير من المحطات أستاذ فاروق عبد الرحمن عملت السفير للسودان في عدة دول وشغلت منصب وكيل وزارة الخارجية والآن أنت في التقاعد وتفرقت للكتابة بشكل كامل وخرج لنا هذا الكتاب هذا السفر بعنوان السودان وسنوات التيه نصف قرن لم يكتمل ويبدو أن الكتابات أيضا لم تكتمل مع هذا الكتاب الضخم سنتعرف على عدد الأوراق والأواب التي توجد في هذا الكتاب ولكن أتى هذا الكتاب على طريقة السيرة الزاتية فنحن نسأل اليوم هل هي سيرة زاتية نهائية أم هناك كتب ستأتي بعد هذا الكتاب الضخم شكرا شكرا عاطف حقيقة أولا أحب أن صحيح شيء ذكرته حنان أنا لم أعمل في اليابان وإنما في دول أخرى أمكن أذكر منها طبعا لو حبيته جمهورية أفريقيا الوسطى الكونغو إيران وبريطانيا وأخيرا بلجيكا نعم أما إجابة على سؤالك أخ عاطف هذا الكتاب حقيقة أنا لم أكن كاتبا في حياتي صحيح كنت أكتب كثير من التقارير الدبلوماسية والبحوث بعضها اقتصادي وبعضها سياسي إنما شعرت بأنني قد زرت كثير من دول العالم وشاهدت وتعلمت ورأيت أن أعكس ما رأيت وشاهدت في مذكرات لعلها تقوم مفيدة لمن يطلع عليها بعضها توثيق لما قمت به وبعضها مشاهدات لا تخلو من تشويق لقارئ فالكتاب أخذ مني كثير من الوقت ولذلك أشك في أنني أستطيع أن أكتب كتابا آخرا بنفس الحجم ربما أستطيع أن أضيف بعض الأشياء وأصحح بعض الأشياء الصغيرة التي لم تكن قد وردت بطريقة صحيحة في هذا الكتاب لذلك فهو يشمل أشياء مختلفة يشمل سيرة ذاتية أكيد لأنني أتعرض لوجودي في السلان منذ أن كنت طفلا صغيرا في بعض ومراحل الدراسية المختلفة وبالتالي فأنت أتعرض لسيرتي ولأهلي إلى بعض الشيء وفي نفس الوقت إلى التحاقي بوزارة الخارجية التي أمضيت فيها مدة من الزمن لا تقل عن 24 عاما ثم 24 عاما أخرى في وزارة الخارجية لأسباب سياسية طبعا وقبل ذلك كنت قد زرت بعض الدول وأنا طالب وأنا تلميذ حتى أحيان فلذلك هذا الكتاب هو خليط من الأشياء هو مشاهدات وشهادات هو مذكرات وليس بقوى ذكرت طيب بعيدا عن كل هذه لن نبقى أكيد بعيدا ولكن هناك مشاهد هناك كما سبق وذكرت ستكون هناك أكيد مشاهد حقيقية حزينة وأخرى طريفة أيضا مع كل ما عشته السودان اليوم كيف ترى والله للأسف الشديد وأنا حاولت أن أحكس هذا في عنوان الكتاب السودان وسنوات الدي السودان الآن للأسف الشديد هو في حالة توهان لا ندري إلى أين تقودون الأحداث منذ سنة عام منذ مجوء النظام الحاكم في السودان حاليا السودان تغير كثيرا وللأسف لم يتغير للأحسن إنما تغير للأسوأ وأصبح دولة غير هي الدولة التي نشأنا فيها وشفناها وعرفناها وخدمناها أولا حصل انفصال كما تعلمين أصبحت هناك دولتان الدولة واحدة وهناك حروب قائمة حتى الآن في ثلاثة مناطق من السودان المتبقي من ما كان هو السودان السابق وأصبحنا للأسف الشديد في قوائم العالم أصبحنا في مؤخرة الدول في كثير من الأشياء ولا ندل لماذا تقودنا إلى أين تقودنا الظروف الحالية نعم لأننا نتحدث دائما عاطف عن خيرات السودان وما يمتلكه هذا البلد من مقاومات اقتصادية ربما ستجعله مستقبل ليس اليوم حكم كل ما يحدث أو كان بإمكانها أن تجعلهم من الدول الرائدة يعني على المستوى العربي ولكن سياسيا نعم سنتوقف نأخذ معك محطات سريعا أستاذ فاروق سنبدأ من جامعة الخرطوم كنا نود أن نبدأ من المرحلة السانوية لكن سنختصر المراحل حتى نتعرف على هذا الكتاب سريعا عن جامعة الخرطوم هذا الصرح الشامخ في السودان هذا الصرح ذات الدلالات التاريخية والسياسية أيضا من خلال الحركات الثورية التي مرت من خلال الطلاب باحتبار إنها شريحة المتعلمة في السودان والتي تقود وتوجه الرأي العام السوداني أنت درست في جامعة الخرطوم في ذلك الزمان وكانت جامعة بحق وحقيق وكان لديها وضع في مصافة جامعات الأفريقية والعربية وتعالك تتابع الأخبار بالأمس فقط هناك من يتحدث عن بيع هذا الصرح التاريخي وتحويل الطلاب إلى ضواحي الخرطوم أنت حدثنا سريعا عن جامعة الخرطوم الجامعة التي عرفتها أنت ودرست فيها والتي واكبت جامعة الخرطوم اليوم وكيف تنظر إلى هذا الصرح صحيح جامعة الخرطوم كانت من أمجز الجامعات في أفريقيا والعالم العربي لعلها كانت بين أول ثلاثة جامعات في أفريقيا حتى ذلك الوقت الذي أنا كنت فيها طالبا يعني أنا أنضيت فيها أربع سنوات من العام 61 إلى العام 65 وكانت فترة مليئة بالأحداث وشهدنا فيها ثورة أكتوبر الشهيرة التي حدثت في 21 أكتوبر سنة 64 وأسقطت أول نظام عسكري في العالم العربي وفي أفريقيا بثورة شعبية جامعة الخرطوم كانت جامعة مكتملة بما جمعوا فيها يعني الطلاب طبعا والأساتذة والإدارة كلها كانت سودانية بقدر كبير صحيح أنها بدأت في جامعة كمدرسة تسكارية لغردون باشا الذي كان طبعا بريطانيا أو سكتلنديا وأتى إلى السودان وسميت مدرسة غردون التسكارية إلى نظرت وأصبحت جامعة بكل الكليات المختلفة علمية وأدبية وقانونية وكذا هذه الجامعة للأسف الشديدة الآن أصبحت محل كثير من الاهتزاز لأنه أولا جاء هذه الحكومة الحالية اللي جاءت وللأسف الشديد أنه عدد كبير من قادة هذا النظام الحالي هم خريجي هذه الجامعة بعضهم زملاء لنا وبعضهم كانوا أمامنا وبعضهم كانوا فيما بعد ومن قادةهم طبعا من أكبر قادةهم كان حسن عبدالله الترابي الذي هو تخرج من جامعة الخرطون ثم ذهب إلى أوروبا وإلى السوربون في فرنسا للدراسة وآخرين هؤلاء الناس عادوا لمزقوا هذا النسيج الكامل موجود هذه الجامعة وقبلها سبقوها بثلاثة مدارس سودانية كانت من أمجز المدارس في العالم هي المدارس التي أخرجت لنا الطيب سالح ومنصور خالد في وادي سيدنا وحسن الترابي نفسه تخرج من واحدة اسمها حنتوب وأنا تخرج من جامعة الثالثة اسمها خرطقت فقادة السودان الحديث كلهم تخرجوا من هذه المدارس مزقوا هذه المدارس قفلوها الثلاثة ثم انتقلوا الآن إلى مرحلة جامعة الخرطون فللأسف الشديد أنا لم أسمع بهذا الخبر الذي ذكرته يا أخ عاطف عن بيع وامتلكات جامعة الخرطون تحدث الأخبار لم يتم بشكل حتى الآن ولكن تتناقل الأخبار هذا حتى يعني كمحاولة لقطع الطريق إن كان هناك نوايا لبيع هذه الجامعة ولتصفية هذه الجامعة والله أرجو أن لا يمسها شيء أكثر مما مسها حتى الآن لكن أنا لا أستبعد أي شيء في هذا السودان الحالي لأنهم لم يبيعوا فقط جامعة الخرطون إذا حدث أن باعوها أو حاولوا أن يبيعوها لأنهم باعوا أشياء كثيرة جدا باعوا كما أعلم أنا شخصيا كثير من امتلكات السودان في الخارج مثلا بعض سفاراتنا في الخارج تمتلك منازل وبيوت ومكاتب ولكن حتى هذه اللحظة لمن بعت وأين ذهبت الأموال والمثال أخصى المثال هو في لندن حيث أقيم أنا الآن وسهبنا حتى في مرة من المرات واحتجينا أمام السفارة السودانية ولا نعرف حتى الآن باعوا مشروع الجزيرة اللي هو من أكبر مزرعة في أفريقيا كانت تحت إدارة واحدة وكان مشروع كبير جدا وباعوا أشياء أخرى كثيرة لا ندري نعم طيب عودة لهذا الكتاب السودان وسنوات التي عودة للذاكرة عودة لكل ما ذكر حتى ربما نقتضب ونجيز بعض المشاهد التي ذكرت في هذا الكتاب شخصيات أكيد قابلتها مدن وأماكن عايشتها لن تنسى الطرائف التي ذكرت في هذا الكتاب يعني خذنا إلى تفاصيله في هذا الإطار والله أنا كتبت فعلا عن بعض المدن وعن بعض الشخصيات العالمية ولا أنسى طبعا من من الشخصيات التي ربما أذكر صدام حسين وصدام حسين مش لأني قابلته لأنه كان لابد أن أقابله كدبلوماسي إنما قابلته في مكان لا يمكن أن يقابله فيه شخص آخر أقصد أني قابلته في طهران العاصمة الإيرانية هذا كان في مايو سنة 75 بعد اتفاقية الجزائر الشهيرة التي وقعها هو نفسه وكان هو نائب رئيسا ذاك مع شاه إيران محمد رضا فهلوي ومنها فتحت الأبواب إلى أن يأتي إلى طهران زائرا فالتقينا معه كدبلوماسيين عرب وأصر في ذاك اللقاء على أن اتفاقية الجزائر هي أفضل اتفاقية لأنها تضمن الحقوق المائية للعراق في شط العرب وأنها وقعت بكامل إرادتهم واختيارهم لذلك استغربت جدا عندما أصبح رئيسا ومزق الاتفاقية أمام المشاهدين في التلفزيونات العالمية وقال أنها اتفاقية مفروضة عليهم وأنها تهدد أمنهم المائي أنا من ذلك من تلك اللحظة لم يكن عندي طبعا أي ثقة في هذا الرجل هذا واحد أما الآخرين طبعا شخصيات أخرى أما المدن يا حنان ممكن تحب تعرف أنه ما هي الأجمل المدن اللي أنا ما زالت في ذاكرتي أنا أقول من أجمل المدن التي رأيتها مدينة أصفهان مصفيهان اللي هي في إيران مصف العالم يعني من المدن الأخرى مدينة مدينة جنوب أفريقيا اللي هي كيبتاون من المدن الجميلة المدينة الثالثة اللي ممكن أسكرها طبعا في العالم مليء بالمدن الجميلة المدينة الثالثة اللي لازم أسكرها هي لينينجراد التي أصبح أسمها الآن سان بيترزبيرغ بالمناسبة بالمناسبة حنان شاركت أنا كان في حلقة من حلقات برنامج من سيربح المليون وكان هو صديق لي في هذا البرنامج وستعنت به في مثل هذه المعلومة بيئة تحديد ووصلت واخدت مبلغ محترم ما تشارك في من يربح المليون خلص الآن لأنها حابة تعرف أنت بقى جزء من المطلع عرف يختار الصديق العودة لصديق ربما هذا الكتاب فقط أمام الكاميرا السودان وسنوات تتيه نصف قرن لم يكتمل الدمناسي فاروق عبد الرحمن وهو معنا داخل السديهات مونتي كارلو الدولية الأستاذ فاروق هناك بعض الشخصيات المهمة والأشياء الطريفة التي ذكرتها أنت في هذا الكتاب أولا زيارة الملكة فيكتوريا دعنا نبدأ بالملوك وننتهي بالملكة إليزابيت ونبدأ بالملوك وننتهي بالرؤساء إن كان لدينا وقت والله شكرا هذا السؤال شيء لأنه حتى في مدينة الصغيرة التي تقع في وسط السودان السابق يعني تماما من الشمالي للجنوب ومن الشرق إلى الغرب مدينة اسمها مدينة الأبيض حيث أنا يعني مسقط رأسي زارونا في ذاك الوقت أربعة شخصيات عالمية الزيارة الأولى كانت جوزيف بروس تيتو تيتو طبعا كان رئيسه يوغسلافي الموحدة وكان زعيم حركة عدم الانحياز هذا الرجل زارنا في سنة 59 سنة 60 زارنا جمال عبد الناصر طبعا معروف بالنسبة لكم وسنة 61 زارنا بريجينيفا اللي هو رئيس السوفيتة الأعلى أو رئيس الاتحاد السوفيتي وبعدها ثلاث سنين زارتنا الملكة أليزابتة الثانية ملكة بريطانيا الحالية وعلى فكرة هي أنها لازلت تذكر هذه الزيارة لأنها قبل مدة مش طويلة قبل أقرب ثلاثة أربعة شهور ذكرت أنها من أمتع زيارات فيها وهي زارت تقريبا العالم كله والآن هي تحتفل بعيد ميلاد التزعين زيارتي إلى مدينة الأبيض سنة 65 هذه مدينة الأبيض وكانت السودان كان مضياف يا عاطف وإلى أن حتى الآن للأسف الشديد السودان أصبح دولة مهمة لشوية وأصبح لا يستضيفها الأحداث الكبيرة كما كان زمان السودان يحتل مواقع مهمة ويدخل مجلس الأمن ويدخل في المنظمات ويرأس الوحدة الأفريقية لكن الآن أصبح يحرم من كل هذه الأشياء سيعود السودان وستكتب عنه أنت أيضا نعم يتحدث عن الوحدة الأفريقية وفي الكتاب ذكرت الاتحاد الأفريقي وتكتب عنه بحزن كبير كبير جدا لأن السودان هو صاحب بين قوسين هذه الفكرة لماذا؟ السودان مؤسس والسودان كان مشارك لكن لما استضيفنا آخر مؤتمر في السودان سنة 2005 حرمنا حتى من الرئاسة التشريفية والشرفية رئيس السودان لم يمنح حتى هذا المنصب الشرفي الذي يمنح تلقائياً لرأس الدولة المستضيفة لقيمة فوعدوهم بأن يعطوهم الرئاسة في العمل لاحق ولم يمنحوها لهم هذا داخل المؤتمر داخل الاتحاد الأفريقي فقط يعني أصبح دورنا داخل أفريقيا مهمش فالسودان للأسف الشديد أصبح في زيلة الدول وأصبح لا ينافس في أي منصب من المناصب لن نسمع بأي سودان آخر حل في موقع مهم لا في مؤسسات الدولية ولا الدولية ولا الأفريقية ولا أي شيء وأصبحت الدول الصغيرة تهزيمنا في كل شيء هل يمكن أن نحلم بوحدة عربية؟ في يوم من الأيام والله نعمل في يوم من الأيام لكن السودان حاليا يجب أن يرعى أيضا أنه هو دولة أفريقية وله من الجوار دول مهمة ولا بد أن يحافظ على هذا التوازن بين الاثنين أستاذ فاروق عبد الرحمن سنتوقف مع فاصل ونعود لكي نزلك أيضا أن نحاول أن نكسب الوقت معك عن بعض الشخصيات المهمة التي تعرفت عليها أو التغيتها أنت عن قرب بعد هذا الفاصل ونعود موسيقى 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 من فرح البيا نزعت الخوف وكزدني بسالة قد ليه هنيا مدند لم والحال بطالة من فرح البيا نزعت الخوف وكزدني بسالة قد ليه هنيا مدند لم والحال بطالة قالت لي غنيا وانت معاينا مستورة حالة تم حول زورية نعم أنتم دائما في الاستماع المنتقر الدولية برفقة دولماسي السوداني فاروق عبد الرحمن معنا بمناسبة هذا سفر السودان وسنوات أتيه نصف قرن لم يكتمل نعم عاطف أتينا بالسودان لمدينة النور والأنوار باريس يقتسمان ربما ويتشاركان هذا النور مهما كانت الظروف معنا دائما داخل الاستوديو رستاذ فاروق عبد الرحمن حكيت قبل لحظات وقلت لك سؤال ينهش في كل شخص نحن شعوب نحن أشخاص عاديين عندما نرى دبلوماسي أو حاكم أو ملك وما إلى ذلك يعني أشخاص في سدة الأحكام يبادر دائما إلى الذاكرة وإلى الذهن هل ما في حلول في يد هؤلاء الأشخاص وفي أياد هؤلاء الأشخاص لماذا الدبلوماسي ليس بإمكانه أو الحاكم أو الوزير وما إلى ذلك ما عنده حل لبعض الأزمات ما عندهم حلول يعني موجودين نراهم يناقشون يقلقون يفكرون ولكن بتحس أنه ولكن يسيطر العسكر على كل شيء فتنتهي كل المحاولات السلمية في التغيير أو في التقدم قلتني جملة قبل لحظات نحن 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 نلتزم بالقانون ونحترم القانون ولكن هناك من يغامر ويسترم السلطة بليلة ويصادر كل شيء نعم إذن عزيزي في هذه الدقائق سنستفيد من الوقت ما الدقائق تبقت لأن سنزع لك عن بعض الشخصيات دعنا نبدأ بزميلك دولماسي السوداني سابقا منصور خالد رجل موهوب في مجاله هو كأديب وككاتب وكمفكر ويعرف حسن هو ماذا يريد أن يفعل في حياته لذلك كان يعيش حياته الخاصة نعم الراحل ياسر عرفات قابلت مرتين وكان دائما طبعا ملي بالحماس والقبل التي كانت تضايقنا شوية كسوداني أم كدبلوماسي كسوداني نحن طبعا غير متعودين على القبل الكثير على الخدين لكن أنا أحترمه جدا ومعجب به نعم منصور خالد طبعا ربما جاب على منصور خالد جمال عبد الناصر نعم جمال عبد الناصر شاهدته لأول مرة وآخر مرة في مدينتنا في الأبيض نعم وكنت أظنه أسمر اللون كما كانت تقول الإزاعة المصرية فوجدته أبيض اللون وذكرت أنت هذه القصة بشكل مشوق في الكتاب فصدمت هذاك الوقت كانت عمري طبعا يعني لا توجد شاشات طبعا طبعا لايب دور كبير في حياة الأمة العربية مع فنينتنات شخصية أخرى جعفر النميري جعفر النميري كان أخطى بحق السودان في أشياء معينة يعني أولا هو غامر وعمل انقلاب عسكري وتسبب في كثير من الحروب بالرغم أن نوقع اتفاقية اسمها باتفاقية السلام في هذه السبابة إلا أن جاء ونقضى بنفسه وأدخلنا بعد كده في أشياء خاصة بمشارة الشريعة الإسلامية وما أدى إلى نهاية السودان أن نتمزق جعفر النميري مسؤول عن هذه الأشياء الشخصية أخرى تحب أن تتحدث عنها في نهاية هذا الحوار؟ والله لا أود أن أكون أتكلم عن بشكل انتقائي بشكل انتقائي نعم يمكن أن أذكر شيء عن والدي كان معلما وأنضى فترة طويلة في التعليم والتعليم كان هو يعني هو الرافع الذي أخذ بالسودان وتقدم به فكانوا هم مخلصين هؤلاء المعلمين ووالدي كان من المعلمين وعمل منذ سنة 31 إلى سنة 64 في التعليم في كل ما راح له ونحن تربينا على يده وأنا ذكرت شيء من هذا الشيء وذكرت أنه في ذاك الوقت كان والدي مسؤولا عن الملكين عبدالله وفهد أهل عبدالعزيز إنما جوئوا للسودان للدراسة في سنة 39 في بخت الرضا أو في معهد بخت الرضا في مدينة الدويم يعني هذه حقيقة دراسة الملك فهد والملك عبدالله في السودان في مدرسة بخت الرضا ثانوية كانت تطرة قصيرة لم تزد عن ستة شهور وقامت الحرب العالمية سنة 39 هذا ما حكاه لي والدي ولم أكن أنا موجودا لم أكن قد ولد لكن هذا شيء مؤكد دراسه في معهد بخت الرضا الذي كان من أكبر المعاعد في منطقتنا أو في العالم العربي أو الأفريقي في التعليم فهذا شيء يمكن نحب نسكره على للتاريخ سعدنا وإياك الأستاذ فاروق عبدالرحمن وشكرا لمجيئك لبسيديات منتقر دوليا وتمنى أن تتكرر هذه الزيارة وأن تتحشق هذه المدينة باريس والله أحشق جدا وأنا الآن أحتفل بمرور خمسين سنة على زيارة على مجيئة أول مرة لباريس في شهر فبراير سنة 66 هذه خمسين سنة المكان مفضل عندك في باريس المكان اللي تحب تروح ليه وتشرب فيه قهوة أو تقرأ فيه شيء والله في الحياة اللاتينية ومن لا يحب الحياة اللاتينية شكرا لك ستة وقبل شكرا لدني في الإشراف التغني ولروان عودا في الإعداد باي باي